قال إنه لما سئل على إنه الآلة يعود زي مابوتريكي عود قال لهم مابوتريكي اعتزل خلاص لكن في حقيقة الأمر تصريحات البنزرتي للصحافة التونسية بتؤكد على صعوبة المباراة من وجهة نظره في العودة وأيضا المساعد بتاعه معين الشعلاني بيقول إنه عنده تخوف إنه الشعباني بيقول لك ممكن مباراة سيناريو 2012 يتكرر وده مش بعيد وهو نفسه بيحذر لعبته ده اختلاف في النظرة الترجوية للمباراة على فاكرة لا هو معنا إنه البنزرتي يقول لأبوتريكي اعتزل إن هو مش حاسس إن ده ممكن يتكرر دي حرب كلامية هو بيقول رداً على إنه حسان بيقول هنكرر قال له لأ بقى خلاص اعتزل ده حرب كلامية لكن هو شعوره الداخلي مطمئن لا يمكن يكون مطمئن مش بالضرورة كمان السيناريو تكرر برضو أرجع كرر يعني مفيش مفيش حاجة بتضمن التكرار إنما بنقول إيه ليس مستحيلاً ولكن أيضاً ليس محتاماً ليس سهلاً ليس محتاماً وليس مستحيلاً هنشوف بقى الملعب حيقول لنا إيه التحكيم العادل حيدينا فرصة يوصر لك الفرصة الكويسة إن شاء الله تعالى المحلل الرياضي الزميل خالد بيومي له أيضاً